يبدو لي أيضاً أن الكلمة الأكثر فجاجة والرسالة الأكثر خشونة تظل أكثر فضلاً وأكثر شرفاً من الصمت فأولئك الذين يركنون إلى الصمت هم الذين يفتقرون دوماً إلى اللياقة وسماحة القلب إن الصمت اعتراض لكن تجرع الغصص ينتج عنه حتماً فساد الطبع بل إنه يفسد حتى المعدة كل الصموتين هم من المصابين بسوء الهضم واضح إذن أنني لا أحبذ أن لا تحظى الفضاظة بما تستحق من الاعتبار إنها في نظري الشكل الأكثر إنساني للتعبير عن التناقض وهي إحدى فضائلنا الأساسية في ظل الميوعة الحديثة إنها لسعادة حقيقية أن يكون المرء على خطأ إذا ما كان غنياً بما فيه الكفاية وإن إلهاً يحل على الأرض لن يسعه أن يفعل سوى ارتكاب المظالم أن يأخذ الواحد على عاتقه مسؤولية الخطأ وليس العقوبة ذلك هو ما يمكن أن يكون بحق ألوهياً